تعرف على ويستشارك إنه قارب صغير يتم التحكم فيه عن بعد تم تطويره في روتردام الهولندية لإزالة المواد البلاستيكية والنفايات العائمة من سطح الماء يمكن لأجهزة استشعاره مراقبة مستوية التلوث والمؤشرات البيئية الأخرى إنه يعمل بالكهرباء خالي من الانبعاثات ويمكنه جمع مئات الكيلوغرامات من القمامة يقول القائم على المشروع ريتشارد هادرمن ما نحاول القيام به هو إنشاء قارب صغير بما يكفي للوصول إلى المسيحات الضيقة حيث تجتمع النفايات لسيما في الموانئ لكي لا تنتقل بذلك إلى المحيط يقود الاتحاد الأوروبي المعركة العالمية ضد القمامة البحرية وإلى جانب سياساته التي تحد من استخدام البلاستيكي لمرة واحدة وتقادل من نفايات معدات الصيد المفقودة خاصة الاتحاد 350 مليون يورو للبحث والتطوير في هذا المجال حصلت الشركة الناشئة رين مارين من وراء مشروعها ويست شارك على عملاء في العديد من البلدان وتقول مهندسة تصميم في ساب دينيك إن الوظيفة الأساسية لويست شارك بسيطة للغاية فهو يطفو ويجمع القمامة من على الصدح لكن نعمل على تطويره دائما وجعله أخف وزدا وأكثر كفاءة وأقل تعقيدا في حالة صيانة كما نعمل على نموذج ذاتي يتجول وفقا لنقاط يزوده بها مسبقا لذلك نعمل دائما لجعله أفضل في المستقبل القريب يتصور المطورون أسرابا من روبوتاتهم التي تلتقط القمامة العائلة يقول ريتشارك لدي رؤية تجعلني أستمر وهي أنك تجلس في غرفة التحكم وتراقب الروبوتات عن بعد وهي تجمع القمامة ونرى في الواقع التأثير الحقيقي الذي تحدث هذه الأشياء في جمع أنحاء العالم ينتهي المطاف بالملايين من الأطنان من النفايات في المحيط كل عام الحلول التقنية مثل ويست شارك هي إحدى طرق معالجة التلوث جزئيا بالإضافة إلى حمالة التنظيف اليدوية قاع بحر ميناء مرسليا مغطب القمامة من الإطارات القديمة والبلاستيك إلى الدراجات الكهربائية هنا وفي المناطق الساحلية الأخرى حول العالم يتعاون المتطوعون من المنظمات الدولية لإزالة النفايات يدويا في أكثر من سبعين حدثا لتنظيف الشاطئين نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة هذا العام جمع قرابة أربعين ألف مشارك حوالي ثمانمائة وخمسين طن من النفايات